دخان أسود في السويد فالبلد الذي يوصف بجنة الأرض يريد عنصريون أن يجعله نارا تضرم في المساجد 12 اعتداء بين حرق ومحاولة حرق شهدتها العام الماضي عدة مدن سويدية واشتد أوارها في الأيام الأخيرة حيث اعتدي على ثلاثة مساجد خلال أسبوع الفاعل مازال مجهولا وحتى وإن لم تتجه أصابع الاتهام لطرف بعينه فبصماته تدل على معاداته للإسلام نحن بصدد توفير الحماية وتأمين المساجد كي يشعر المسلمون بالأمان ويؤد شعائرهم في بلدنا الذي نفخر بأنه بلد حرية الأديان كما أننا سنبحث في سبل معالجة الأسباب والدوافع التي جعلت المساجد تتعرض لهذه الاعتداءات ومعالجتها معالجة حاسمة باتت مصالح الأمن تتحرك على أرض ملغومة بظاهرة مثيرة للقلق والتساؤلات والأكيد أن الحكومة وعدت بالاحتراس أكثر الجالية المسلمة سارعت إلى تنظيم مظاهرات في أكثر من مدينة لرسل صفوف مع كل السويديين ضد اعتداءات تشوه بالدرجة الأولى بلدا معروفا بقيم التسامح الشعب السويدي واقف معنا في مناصرة ومساندة شديدة جدا كل ما يحصل اعتداءات في ردة فعل إيجابية بالورود والزهور والحلويات إلى المساجد في مظاهرات مناصرة هذه جزء منها فهناك تعاطف كبير جدا فنحن نعتقد أن هذه ممكن تكون ردة فعل إيجابية لمصلحة المسلمين لكي نحشد الأنصار بشكل أقوى السويد جزء من العالم وهذا يعني أنه يجب أن نكون صفا واحدا ضد هذه الأفعال لحماية قيم التسامح في بلادنا وأن نقول بكلمة واحدة إنما حدث غير مقبوط أحدهم كتب أنا لا دين لي لكنني اليوم مسلم ووضع كلمة مسلم في قلب والأكيد أن الكرة في ملعب الحكومة قبل قرن كانوا أقل من عشرين مسلما في السويد واليوم يقارب عددهم ثلثة المليون منهم من جاء مهاجرا ومنهم من جاء لاجئا ومنهم من ولد هنا لكن ظاهرة الاعتداء على المساجد صارت كبوسا مقلقا لهم وتبقى السويد باردة إلا من حرارة النار التي يراد لها أن تحرق مساجد المسلمين عيش دراجي الجزيرة ستوكهول باتت مصالح الأمن تتحرك على أرض ملغومة بظاهرة مثيرة للقلق والتساؤلات والأكيد أن الحكومة وعدت بالاحتراس أكثر الجالية المسلمة سارعت إلى تنظيم مظاهرات في أكثر من مدينة لرسل صفوف مع كل سويديين ضد اعتداءات تشوه بالدرجة الأولى بلدا معروفا بقيم التسامح الشعب السويدي واقف معنا في مناصرة ومساندة شديدة جدا كل ما يحصل اعتداءات في ردة فعل إيجابية بالورود والزهور والحلويات إلى المساجد في مظاهرات مناصرة هذه جزء منها فهناك تعاطف كبير جدا فنحن نعتقد أن هذه ممكن تكون ردة فعل إيجابية لمصلحة المسلمين لكي نحشد الأنصار بشكل أقوى السويد جزء من العالم وهذا يعني أنه يجب أن نكون صفا واحدا ضد هذه الأفعال لحماية قيم التسامح في بلادنا وأن نقول بكلمة واحدة إن ما حدث غير مقبوط أحدهم كتب أنا لا دين لي لكنني اليوم مسلم ووضع كلمة مسلم في قلب والأكيد أن الكرة في ملعب الحكومة قبل قرن كانوا أقل من عشرين مسلما في السويد واليوم يقارب عددهم ثلثة المليون منهم من جاء مهاجرا ومنهم من جاء لاجئا ومنهم من ولد هنا لكن ظاهرة الاعتداء على المساجد صارت كبوسا مقلقا لهم وتبقى السويد باردة إلا من حرارة النار التي يراد لها أن تحرق مساجد المسلمين عيش دراجي